أكد سعادة السيد علي بن محمد الرميحي رئيس مجلس أمناء معهد البحرين للتنمية السياسية حرص المعهد على مواصلة رسالته الوطنية في تطوير الثقافة السياسية لمختلف فئات المجتمع كما أكد سعادته الحرص على توفير التدريب والتأهيل اللازم وبما يتوافق مع أهداف المسيرة التنموية الشاملة تنفيذا لرؤية الملكية السامية لحضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه وأشار رميحي خلال رعايته حفلة تكريم المشاركين والمشاريع الفائزة في برنامج السلطة الخامسة إلى همية دور مؤسسات المجتمع المدني ومساهماتها في دعم مسيرة النهضة والتنمية التي تعيشها البلاد خلال العهد الزاهر وبدعم من الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله ونوها رئيس مجلس أمناء معهد البحرين للتنمية السياسية إلى أنه منذ انطلاق المسيرة التنموية الشاملة شهدت مملكة البحرين حراكا كبيرا لتأسيس العشرات من منظمات المجتمع المدني في مختلف المجالات شارك فيها أعداد كبيرة من الشباب البحريني الواعي ساعيا منه لخدمة المجتمع ويكون له بصمة ومساهمة تجاه وطنه ومجتمعه بعد ذلك قام رئيس مجلس الأمناء بتكريم المحكمين والمدربين والمشاركين بالبرنامج وتكريم المشاريع الفائزة إيمانا بأهمية تعزيز مهارات أعضاء مؤسسات المجتمع المدني لما تقوم به من دور محوري في مختلف الصعود والمجالات تسنى لمعهد البحرين للتنمية السياسية اطلاق برنامج السلطة الخامسة ضمن المبادرات والأفكار الفائزة في برنامج ريهان المستقبل لعام 2021 معهد البحرين التنمية السياسية حريص على تنفيذ جميع البرامج لترفع الوعي السياسي لدى مختلف فيات المجتمع ومن ضمنها كان أعضاء مؤسسات المجتمع المدني لذلك حرص المعهد على تنظيم برنامج السلطة الخامسة وهو البرنامج كان من مخرجات برنامج ريهان المستقبل اللي تم تنفيذه في عام 2021 حقيقة لاحظنا من المشاركين أنهم حصلوا على تدريب جدا عالي استطاعنا أننا لم نطلعنا على تخطيط المشاريع واطلعنا أيضا أو ناقشناهم في الجوانب في تنفيذ المشروع وجدنا أنهم حصلوا على تدريب جدا عالي تمثل هذه التدريب قدرتهم على العمل الفريقي مع اختلاف اختصاصاتهم وانتماءاتهم لمنظمات أهلية مختلفة تضمن البرنامج ثلاث مراحل كانت هي الفعالية التدريبية واللقاءات والزيارات الميدانية أما المرحلة الأخيرة كانت حول إعداد مشاريع وأفكار مجتمعية تسهم في الارتقاء بالعمل المؤسسي طبعا الحمد لله فزنا بالمركز الأول وكنت رئيسة الفريق مشروعنا هو عن سن قانون في قانون الطفل اللي هو إضافة فئة صعوبات التعلم إلى فئة الطفل والإعاقة على أساس يتم تسليط الضوء عليهم إلى هذه الفئة ويتم إدماجهم في المنظومة التعليمية فشارك طبعا في البرنامج بمراحل الثلاث المرحلة الأولى كانت تدريبات متنوعة في مواضيع ومجالات متنوعة ثم ما غفل البرنامج عن أهمية التلقي المباشر فتم ترتيب ثلاث زيارات إلى جهات مختلفة قدم برنامج السلطة الخامسة مجموعة متنوعة من المهارات القيادية والإدارية والإعلامية لإعداد كوادر قادرة على الارتقاء بالعمل المؤسسي وتزويد المشاركين بالاستراتيجيات والآليات التعاونية في البرامج والمشاريع المجتمعية بين مختلف المنظمات الأهلية البحرينية من منطلق أهمية مؤسسات المجتمع المدني في تعزيز المسيرة التنموية الشاملة التي تعيشها مملكة البحرين كانت هي أبرز دوافع إطلاق برنامج السلطة الخامسة الذي يواكب نهضة وسياسة الدولة ويهدف إلى توعية المشاركين في الإطار الدستوري والقانوني إيمان شرف لمركز الأخبار تلفزيون البحرين ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر